لكن حضرتك ذكرت أن الغرض من كل ما يجري هو هيمنة إسرائيل على المنطقة وليس على غزة فقط نعم الواقع وهناك عندنا مشروعان للهيمنة مشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي مشروع الهيمنة الإيراني قطع مراحل لا بأس بها ولأن لا أستبعد حتى التفاهم بين إيران وأمريكا على حساب شيء من الميل الإسرائيليين لأن أمريكا عندما كان هناك حكم الشاة كانت الواقع تعتمد على الشاة كشرطية الخليج يعني ليس لديها مانع من أن تعتمد على الخط الموجود الآن السياسي الموجود على أن يمكن أن يكون شرطية الخليج من جديد فيمكن أن تعتمد لكن هناك الواقع موازنات أمريكية وغربية هي تريد أن يكون الواقع قوتين موجودين لأن هذا يستطيع من خلاله أن تسيطر أكبر على الطرفين فلا أعتقد بأنها ستميل الآن بين طرفين وآخر ولكن لا يعني الهيمنتين الواقع متنافستين وكلاهما يستخدم نفس الطرق يعني أولا الإجرام الذي جرى في سوريا بالدرجة الأولى من جانب إيراني ثم جانب الروسي كالإجرام الذي يجري الواقع الآن في غزة ليس لأول مرة عدة حروب الواقع قامت على يعني هذه المرة كان في استعداد فلسطيني أقوى استطاعوا الواقع أن يتحركوا بشكل أفضل أما في المرات الماضية الواقع كان هناك بدون وجود المقاومة الفلسطينية بهذه القوة كان هناك محاولة للسحل والقتل والإجرام يعني بكل الوسائل الإجرامية كانت جارية وأيضا بدعم أمريكي ودعم أوروبي غربي إلى حد لا بأس به يعني هناك هيمنة إسرائيلية ومنافسة للهيمنة الإيرانية والضحية هو العالم الإسلامي السني أو العربي يعني أقول العربي أكتب العربي أقول السني نعم العربي نعم العالم العربي الواقع ضحية لأنه جعل نفسه ضحية يعني نحن نعلم بأن نرصد كيف أن معظم المناطق الآن أقليميا دوليا تتمرت على الزعامة الهيمنة الأمريكية الإنفرادية إلا المنطقة العربية المنطقة العربية هي الوحيدة التي إلى حد ما يعني كما سمعت من أحد أيضا المسؤولين السياسيين إلى حد ما يعني إذا ما كان مسؤول على الأقل كان مسؤولا سياسيا في يعني السفير الواقع الأمريكي هو الذي يحكم داخل البلد العربي أكثر من البلد العربي وأحيانا بدون المرور على الحكومة أو على المسؤولين إلى حد كبير فهم رضوا بهذا الوضع وهذا الوضع خطير جدا لأنه يفقدهم استقلالية السيادة من أجل ماذا يحكمون فهذا الواقع موجود في بلادنا إلى حد لا بأس به ولكن تجري اللعبة حولهم بأنه إما التهديد الإيراني أو التهديد الإسرائيلي إما الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية أو الهيمنة الإيرانية التي يمكن أن تصبح هيمنة أمريكية إيرانية يعني هذا ليس خيارا الخيار الحقيقي هو أن يتمردوا على هذا الواقع الفاحش في الظلم والفاحش في فقدان الكرامة فقدان العزة فقدان السيادة فقدان الاستقلال يعني أن يتمردوا عليه ولو كانوا غير قادرين إذا كانت منظمات معدودة الآن في حرب غزة تستطيع أن تصمد للتفوق الإسرائيلي والمشاركات الأمريكية المباشرة فلماذا لا يستطيعون يستطيعون إذا أرادوا إذا توفرت إرادة سياسية أن يمنعوا الواقع يعني أن يحققوا كثير مما يظنون أنهم غير قادرين على تحقيقه أستاذ نبيل كيف تفسر معارضة إيران للتقارب التركي مع النظام البشاري الأسد لأنها تعلم بأن هذه المعارضة الواقعة يمكن أن تفقدها البقية الباقية من الدور يعني تركيا تتحرك إلى حد لا بأس به بنوع من التفاهم مع روسيا وليس مع إيران وبالتالي تفقد إيران نفوذها بالأمر الآخر يعني تركيا إذا تحركت وأوقفت إيران في سوريا معنى ذلك أنها تساهم بشكل غير مباشر أو مباشر مع الرؤية الأمريكية للدور الإيراني أنه لا ينبغي الواقع أن يصل إلى سوريا ولبنان يجب الواقع يوقف عند حده في هذا فمشاركتها الواقع مشاركة إلى حد لا بأس به يعني تهدد إيران وتلبي احتياجات أمريكية وروسية في الوقت الواحي هل تتلاقى مصالح إيران في سوريا مع مصالح إسرائيل يعني إيران الواقع سنعت ما تصنعه إسرائيل سواء بفلسطين أو بحرب الأيام الستة ما يسمى حرب الأيام الستة أو بحرب حتى تشرين أول حرب الأكتوبر يعني سنعت أشياء الواقع تجاوزت فيها كل الحدود ورغم ذلك الواقع يعني بقيت الجميع نائمين من ضح التعبير أو استجابوا أو خضعوا فإيران الواقع نعم تشارك إيران تشارك إسرائيل بالأساليب ولكن هيمنة الواقع تبقى موضع منافسة بين الطرفين نعم هل تتوقع أستاذ نبيل أن ترد إيران مع رغم مرور يعني أكثر من أسبوعين اليوم على اغتيال القائد الفلسطيني إسماعيل هنية في مقر يعني الضيافة بطهران يعني منذ الإعلان الأول بدأ الإعلان ضعيفا يعني هي تقول الواقع رد على اغتيال هنية والحقيقة هي رد على السيادة لأنها اخترقت السيادة ولكن هل هذه هي المرة الأولى التي تخترق فيها السيادة الإيرانية ولا ترد إلى حد ما وقع كثير من الأمور السابقا يعني إيران فيها نوع من الاختراق القوي لصالح الإسرائيليين والأمريكيين يعني لا تصنع شيئا بشكل حقيقي تجاه هذا الأمر منذ فترة طويلة وإيران تتلقى الدربات الإسرائيلية على الأرض السورية في الدرجة الأولى وجزئيا في الأرض العراقية أيضا لا ترد الآن فقط سترد بسبب إسماعيل هنية يعني هي لم تفقد الواقع إسماعيل هنية حليفا يعني إسماعيل هنية إلى حد لا بأس به يتمرد على السيادة الإيرانية رغم كل تمرد على السيادة الإيرانية بتحالفه مع السنوار أو التحرق هو والسنوار في اتجاه معين دون أن تعلم إيران بما يعني خططوا له معا فهي الممكن أن تعتبره إلى حد ما كما لا أقول عدوا ولكن على الأقل أنه ليس حليفا يعني مطيعا إذا صح التعبير أو منصاعا للرغبات الإيرانية لكن حضرتك أول مرة حد يقول أن إسماعيل هنية والسنوار تمرد على إيران يعني تمرد بمعنى أنه لم ينتظروا الإذن من إيران فيما خططا له ولكن ليس هو التمرد الشامل الذي يمنع العلاقات وكذا وهذا يعني غير سليم يعني لا أدعو إليه ولا أراه هو الشيء الأوجب عليهم لكن الشيء الأوجب عليهم الواقع أنه دائما يعتمدوا على إمكاناتهم الذاتية وأن يفتحوا أبواب التعامل مع بقية البلاد العربية والإسلامية بشكل أكبر مما يصنعون مع إيران يعني هذه نصيحة لحماس والقسام يعني هذه نصيحة لكل من يتحرك في مثل هذه الظروف ويريد الواقع أن يقاوم هذه الأوضاع بأنه يجعل علاقاته مع كل الجهات قدر لإمكان متوازنة يعني إيران تلعب على أكثر من طرف روسي صيني أمريكي إلى حد لا بأس به أيضا كوريا الشمالية فهي تلعب على الحبال التي تستطيع أن تلعب عليها وتوظف لذلك قدراتها النفطية توظف قدراتها المالية توظف ميليشياتها المسلحة فالواقع كل من يتعامل معها المفروض أن يتحرك على هذا الأساس يعني أقول أيضا هذه النصيحة موجهة أيضا لما بقي من الثوار في سوريا لأنهم أيضا لم يتحركوا بشكل متوازن مع الجميع فكان هناك الواقع خسارات كبيرة لهذا السبب ومفروض أن يكون هناك توازن نعم